هل هناك إلغاء لللا مركزية؟ يا سيدي، الله طفل عافية شكرا لرم على هذا المقابل الطيب سيد العزيز، الإلغاء ليس بمعنى إلغاء، بس هو على الواقع إلغاء يعني الآن لما فيه تراجع باللا مركزية بتعيين مجموعة من الأشخاص المنتخبين لأمور ثانية مثلا ما تقول غيرت التجارة والصناعة الاتحاد النسائي، لجنة التحسين للخدمات إلى آخره، هؤلاء أشخاص منتخبين لأمر آخر فالآن إنك تحط معضاء باللا مركزية مع رؤساء البلدية المنتخبين هو تراجع وإلغاء، ولكن ليس بكلمة إلغاء، بتحايل والضربة القاضية لللا مركزية والتراجع عن الدور التنموي والمشاركة الشعبية في هذا المجال هناك حديث عن قانون انتخاب جديد يتم التحضير له ومجرد إقرار هذا القانون وعرضه على مجلس النواب سيكون هناك رحيل مبكر، هذا ما يتم الحديث عنه رأيك الشخصي بهذا الموضوع سيدي، هذا الحديث معروف هذا الحديث متكرر من المجلس النيابي الأول حتى الآن دائماً في حال إقرار أي قانون انتخابي يكون المجلس مهدد بالرحيل وهذا بالنسبة له لا ضير إذا كان في قانون انتخابي جيد الآن ومواطن واعي يعود المجلس، يعود نفس الأشخاص، يعود الفكرة على الأقل وهذا هو المهم في هذا الموضوع فإن شاء الله وإقرار القانون راح يكون بهذه السرعة يعني الآن قانون اللامركزية اللي جاينا، قانون الدارة المحلية قد يأخذ لآخر الدورة النيابية الحالية ولكن أنا كعضو بمجلس النواب ما عندي أي مشكلة في حال إن نقر قانون انتخاب سياسي حقيقي، ما فيه أي مشكلة فليعود المجلس، يعود نفس الأشخاص يعود غيرهم، يحل المجلس هاي النقطة اللي لازم ما نخاف منها كأعضاء مجلس النواب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة